قطع مسافات السفر عاشق كلام الليل انتو منجومة والقمر انتو منجومة والقمر وصوات ومواويل وأنغام والواويل وبالشعر يحلاو السمر يكون السهر جميل ويزهر سهر جميل موسيقى 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 رمضانكم مبروك كل عام وانتم حيين بألف خير ورب يحييكم من الامثال وان شاء الله ينعاد علينا شهر رمضان المعظم بالخير واليومني والبركة تنطلق الشبكة البرامجية لقناة تونسنا شبكة رمضان طبعا برنامج كلام الليل يتواصل في الشبكة الرمضانية في سهرة كل خميس بطبيعة الحال نحب نحيي في بداية هذا اللقاء أحلى فرقة موسيقية فرقة سوفيان السيالة كنت تستمعوا في فرقة سوفيان السيالة أغنية من روائع الفنان الملحن محمد الماجري طير الحمام مجروح تحية كبيرة مجددا لفرقة سوفيان السيالة شبكة سوفيان السيالة بعد تقريبا أكثر من 22 سنة أنا تليد في عندي من قل لك 14 سنة تقريبا في عندي من غني لك الله غالب ما تقابلناش ووقت اللي رجعت للمنوعات قلت ضيفي الليلة يستحقها عن جدارة أولا لأنه فنان عنده باع وذراع في المدونة الموسيقية التونسية جزء من تاريخ الأغنية في تونس هذا لا يختلف فيه اثنان بداياته الحق كانت بدايات كبيرة جدا كان له بوغوس دي الشانتور تونيزيا ولا يزال كان شكله ونقولوها وأنا نحب نقولها كان شكله مختلف على باقي الفنانيون التونسة بالحق يعني زرق الراجل يلبس مليح أخلاق وخلق نادر جدا ما تلقاهم عند فنان أنا عشرته ونعرفه الراجل اختار ستيل ما يتجدش عن بقية الفنانين عنده قدرة على أنه يصنع لنفسه مضمون موسيقي لا يمكن أن تشاهده عن بقية الفنانين في زمن كثرت فيه ما يسمى بالوحوش الفنية كل مرة يطلع لك فنان ولو أنه جيله من جيل الفنانين جيل التسعينات معنتها من الفنانين التونسة لذلك ستيله لا يجيب برشة فلوس لا يخمم وما عمره لا يخمم في الفلوس لكن يخمم في ستيله وهذا اللي فيه الطبوع التونسية وفيه المقام التونسي وفيه الغنى والهنك التونسي وأنا نحيييه على اختيار وهذا لأنه الفنان توا ولا يلعب على برشة بولاد ما يلقهاش من هون يمشي من هوني وأنا طولت في المقدمة هذية خطر الرجل نعزه ونحترمه ونقدره عندي مدة بل حق ما ضيفتوش من الفنانين القلائل اللي يشدوا صحيح في الجانب الروحاني غير وجهته من غير ما فلت الوجهة الأخرى والجانب الموسيقى الروحانية وإلا الصوفية اتبرك الله زادت فيه شطر أنيق على الدوام ومتألق على الدوام الفنان القدير حسين العفريت موسيقى يا حسين يا حسين عندي مدة على انترفيوه هذية والله وتعرفك قديش من المرة نتقابل إنا وحسين لعمره حسين قال لي أي وقتش نتعدى بحديك ولا نتعدى معك لعمره والله على عكس الفنانين الأخرين ليس بالتلميح ولا بالإشارة أعزيز نفس شخصيته الحق تعربي كلام يقوله لك في وجهك هذية ويزمني نقوله لك ليس معناتها الفنانين الأخرين ليس عزيز نفس ولا يقولوا المناشطين عاديوني ليس حسين منتينة أخرى بصراحة سنسروا ماذا بك سكت؟ رب يباركنك فضلك ماذا بك حسين؟ ماذا بك؟ ماذا يحير فيه؟ لأولا كل المقدمة اللي عملتها يعني مستني برشة مستني برشة في الصميم تسحقها تفضلك رب يباركنك وتسحقها أكثر منك يا حسين أنا أنا فرق العمر بناتنا مهوش كبير أما أنا كنت نشوفك وأنت صغير كنت نشوف حسين العفريت حاجة كبيرة متى وتسحقها عليهم ما يقدموكش هكا ولا شنه؟ ليه مش حكيني حكاية تقدموني على قبل كل شي نشكرك على استضافة هذه وحنا في أول يعني في أول حسة في رمضان المبارك إن شاء الله صاحة شريبتكم قبل كل شي خن دعنا نسترجع شوية لكل أوفياء قناة تونسنا ولأوفياء على الشاب اللي هم عايش بالملايين الموتلتة اللي يقولوها شكرا لفرقة الموسيقية تحية كبيرة لفرقة صوفيان السيالة كلهم أسادة كل واحد أستاذ في قالت ومشار الله عليهم يعني ما لقيت منهم كان الحظوة في البراي في التمارين والكل تحية الخونة صوفيان السيالة تحية الخونة من الجزة زادة عن مستوى الهندسة الصوت يعني أنا نعتبر هالليلة صهرية تخيز إموسيونال حتى في الاختيارات الموسيقية تونحكيوا فيهم والكل أنت حكيت برشة كلم يمكن ثمك كلمة نجم يعني نستخلصها من الكلام اللي يكون بتحكي فيها يمكن الفن اللي نعمل فيه والموزيكا اللي نعمل فيها وبرشة يقولوها يقولوها بمحبة يعني بوتاتر ما هيش كوميرسيال ما هيش فهمني لكن الفلوس راهي ثم فلوس كثرة وثم بركة وفم بركة يعني تنجم تكون برشة فلوس ما فيهاش بركة ما فيهاش بركة فهمني انا اخترت اثنية اخترت اثنية بش نكون مختلف على غيري اخترت اثنية من منطقة المسئولية من منطقة مسئولية الفنان مسئولية الاب مسئولية المربي مسئولي على المستوى الروحاني أنا كرمني ربي واللهم لا رياء اللهم لا رياء يعني كرمني ربي بالعمرة سواء في شهر رمضان سواء في قبل شهر رمضان كرمني ربي بالحج بالحج الله يصل الطريق إلى بيتك كيفاء؟ تبدلت ما كنت شكا حسين يا سيدي اللي ربي يصل الطريق إلى تلك الأماكن المقدسة ويقف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطوف بالكعبة والصفاء والمرع وعرفات والكل إذا يمشي وما تتحرك فيه حتى شعره نقوله فعل الدنيا السلام ما ندمتش على حسين متعقبل لا جميع أنت هو جميع حسين متعتوي هو حسين هي البنية اللي بناها حسين متعقبل عام 2023 حسين كان من أصعب السنوات عليك فقط في زوز من أعز ما يملكه أي شخص أمك الوالدة الله يرحمها ونعمها وأخوك الله يرحمه ونعمه في جمعتين أول رمضان يتعد عليك سنة من غير أمك أول رمضان يتعد عليك سنة من غير أخوك كانت حاجة صعيبة عليك حسين وأنا نعرف أنا أكلمتك نعزي فيك على أخوك وقتها كنت ملتاع وقتلي عليهم في جمعتين فقط أخويا وفقط أم الله يرحمه الله يرحمه من أخوك الله يرحمه من أخوك تستمر الحياة اللهم الاعتراض على قبائك لكن ضربتين في الراس يوجهون يعني بين أمي وأخويا الله يرحمه ثلاثة جمعات ما زالوا ما عملوش العام يعني هذا يقول رمضان بلاش أمي بلاش كما يقولون يزبني نبدل المود شوية بلاش كما يقولون اللغة سفاقسية وأنا أصلي سفاقسي بلاش البازينة متاع أمي اللي في الصحور ما تنجم شتيت ما يتعداش رمضان كانت قريبة منك أمك والمرة راح حسين هكا تعرف فسمحني على سؤال حسين أما بيها الذكرة إسمعنا نحن في ثلاث يوم ولا ربع يوم في رمضان كنت تفكر تصوير أمي حتى نزيد حتى نزيد نتفكر تصوير أمي زيد ونتفكر تصاور أخوتي الزوز اللي فقتهم زيد حسين الله يرحمهم زيد راورية الجمرة اللي عافس عليها أنت عافس عليها أنا على كل حسين الله يرحمهم وينعامهم رب يرحمهم وينعامهم ونختمها بالأخر يعني أمك رضاها جنة وشوف الوصية الواردة في السنة وص عليها الله بهأمنا غير تعو أمك كون من خدامها إكلام صدق ما هو وهم كاذب ظن أمك الجنة حك تحت قدامها تحية للدكتور الشاعر مازل شيف وألحان أستاذ لطيف وشناق توزيع محمد الجديد الحياة من أعاز الأغاني من أعز الأغاني بك جديد قاعد لا قبل جديد سعر حسين حب نحيي فيك حاجة أخرى ليلة ليلة الشكر شيخ تعانتك أنا فرقة صوفيان السيالة مقيمة في سفاقس كلهم أسادات بركاء عليهم مقيمين في سفاقس والبرايب في سفاقس ما نعمل مع أغاليبيت الفنانين تتنبع ثواتيني الأغاني ولاولاد إبارضوا وحدهم في سفاقس من غير ما يتنقل الفنان من تونس نحب نحيي فيك حاجة وهذا دليل على حرافيتك وعلى التزامة بمضمونك الموسيقي وعملك الفن أهبطت من تونس لسفاقس برّفت مع الفرقة وروحت في نحارتك هذا نحب نحييك علي وانا نحييك علي يفضلك يفضلك تحية ليهم هما زادة تحية ليهم هما زادة نستحضر جملة دي ما يقولها أخونا لطي بوشنير فنان قدير لطي بوشنير يقول لك الميدان هذي يا تحبو يا ما تحبوش كان تحبو تعطيها تعطيها من وقتك تعطيها من فلوسك تعطيها من مجهودة تعطيها من حياتك تعطيها من كل شي فهمني وإذا ما تحبوش زادك المنطقة بتعسيدي حاضر يا شكاية والكل فهمني هذا كلام والنتيجة ترشوفوها بالأخر ثم جمهور ثم متلقي يزمك تحترمو تحترمو في كلامك تحترمو في جلستك تحترمو في موزيكتك تحترموا في الشي اللي بيش تقدمه جديدك حسين العفريت وانتي سناء عندك جديد مهم جدا في شهر رمضان المعظم هالنهارين قاعدين نشوفوا فيها في التلفزة وعلشان يوتوب متاعك أيضا نساء حول الرسول عبارة على مجموعة ديكابسول أنا عجبتني الفكرة قبلنا عند الحجام وريتني الفكرة عجبتني بالحق على الأخر وفيها حتى طريقة الأداة وطريقة التنفيذ حاجة جديدة هات قبل ما نبدأ ونحكيوا فيها نشوفوا مباشرة الناس معوا شوية منها ورجعوا طب هالنساء أم ضياء أم فداء ماذا أقول في نساء كل حورا حول الرسول بالعفة أبكار وللنبي أقمار نوارها صرار ربيع الفصول يعتك الساحة يعتك الساحة طب سينا أفريد العمل كان من المفروض أنه يتعدى في القناة الوطنية لا تعدش في القناة؟ في القناة الوطنية هو مشروع كامل يعني هو مشروع حول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه 15 من الرجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه 14 من نساء حول الرسول وحلقة خاصة بسيدنا يوسف عليه السلام الكلمات للشاعر المحنك والباحث الطهر الساسي ربي بارك له على المجهود الكبير اللي فيه برشة خدمة برشة مراجعة برشة تاريخ ألحان مخضر برشة سليم عبدالله مشارل عليه في الألحان يعني مشيعمل لك 30 جملة موسيقية لوحدة تشبه الأخرى سيبا دوني توزيع محمد القريت اللي كانت ثم سبع سنوات إلى الوراء كانت ثم شراكة مع قناة أخرى ومعنا المخرج المنصف الكاتب رجال حور الرسول سوريهم وكله شراك بيش يتعاود طيب هذا وين بيش يتعد هذا يبيش تعد إن شاء الله في قناة تلفزة تيفي في تلفزة تيفي قاعد يتعدى بلتوع قاعد يتعدى في تلفزة تيفي أنا كان الشرط الأساسي متاعي اللي هو هو توقيت البث وقتهش تلبت أنت أنت وقتهش تلبت أنا تلبت مباشرة بعد الأذان هي المفروض سمحنا ياخي الوطنية بعد الأذان شنو عندهم هما أصلا والله هو الاختلاف مستقبلون سيد مدير قناة الوطنية والسيدة مديرة قناة الوطنية في نين وكل قاعدنا والأهم شيء أنه أعجبهم العمل اقتنعوا بالعمل أعجبهم خودوا عدي بعد وكانت مش نكون واضح يعني الخمسة عشر حلقة كانوا هادية مهدات من عند حسين هادية هادية سمحني أنت خسر مئة وعشرين مليون عن العمل تعطي فيه هادية يا عندك برشة فلوس حسين تسمع يا عجبتونا لنحن أردنا عديو فيه مصبح للليل يخبط ورس كنتي مصبح للليل ما فات شيء بشي جيلتونا سناق قدرة ربي أنا نحكي عن العمل هذي عندو اثناش نسناق عادي تخدم التسجيل لو ديو توزيع اعطيتو بلاش وانتي خسر مئة وعشرين مليون اي يا سيدي نعطيه بلاش أنا طالب شرط وحيد أنه يتبث بعد الأذان في التوقيت هذاك وقت العائلة تلفزتو فيه ويفقت على هذا تلفزتو فيه ويفقت وانتي صدقتو مال العمل كيفاش صدقتو والله ان شاء الله يكون صدقة جارية فلا هذا هو ان شاء الله يكون صدقة جارية هو هذيك المبتغاء أنا المبتغاء أنه يتعدى بعد الأذان مايش بنظرة تجارية لأنه وقت العائلة التونسية من المومة في الطاولة بكبيرها وبصغيرها وباللي يتبيع العصيرها أنا حاشت بالتوقيت هذاك حاشت بالطفل الصغير ميسالش قاعد عطاره يتعش ويمد وذنه شوية ميسالش نبدل المحتوى ماهذا ماش خير من أسماء الله يزيني من كاميرا كشي مثلا بعد بعد الذين قد قد كل شيء تكون حاجة عندها وقتها أنا شو اللي قلتولهم ماذا بينا نبدل المحتوى ماهذا ماش خير منها أسماء الله الحصن هذيك على رأسنا وعينينا من فوق أكيد فمني لكن نغير المحتوى فكرة جيدة أنا نتعرف على النساء حول الرسول على الرجال حول الرسول نحب نشكر زادا كيف كيف اللي قامت بالإلقاء والقراءة نصوص مالكة جسام الأعلامية بالنسبة لرجال الأعلامي وليد التليلي دونك خدمة ستا بربي أعطينا صدقة جارية عام جي خطرنا خمستاشين كابسويد نعديوها بعد المغرب في رمضان عام جي وكان قادنا حيين هتقولنا عملوا يميشين على العين والرأس بي بربي مدامك يا أخويا تعطي في صدقات من علينا بصدقة على عيني مرأس والله قالوا شكولوا وش نية درايته الدينية والفنية والموسيقية بيش يعمل حاجات على نساء الرسول ولا رجال حول الرسول هل هو مؤهل معنتها ومطلع عن الجدين عن الفقهاء أنا يا سيدي مؤدي قبل كل شيء فهمني وان شاء الله الأداء والصدق في الأداء يوصل للمتلقي أنا نحب اللي نقول اللي يعني المشروع هذي يتعدى في إذاعة الزيتونة بالقرآن الكريم في زمن اللي كان على رأس إذاعة الزيتونة الدكتور كمان العمران وما أدراك كان على رأس إذاعة الزيتونة الدكتور عبد الرحمن الحفيان الله يرحمهم ونعمهم الله يرحمهم كانوا ربي ديم صحته وكل سيدي محمد مشفر وناس هذون ما يعدي وش كل اللي يجي في الإذاعة يعني تنجم تقول التأشيرة اخذيتها من إذاعة الزيتونة أنا فهمني لكن ديما نعاود ونقول ونرجع إنه المشروع أنا مؤدي فيه فقط لكن كي نرجع نعطي للتاهر الساسي واضح فهمني التاهر الساسي لأنه تشخدم يعني تكتب في الأغنية الدينية ليس بالسهل ليس بالسهل يودي تنصب المشانق وقت اللي تتناول جانب ديني في توظيف موسيقي نسكلتو اللي تفتي هذا حلق هذا ما يجيش لكن التاهر الساسي هو نفس اللي خدمت معاها أوصانا خيرا بالنساء وبهن أيضا رحماء رسولنا علمنها من بيته معنا الوفاة يا علاء وين المدام لا تفتري راجع معي قلت يا مدام لا تفتري تقني أنا مفتري هي رسالة لليان اللي كنت وكل رجال لا تفتري راجع معي صر الوفاق لدى النبي كان العطوفة والرؤوفة مع من سكن ولزوجه كان الوطن التاهر الساسي هو الكتب لا تقول إن اليتيم رسولنا كان يتيما ومن يبكي كي يبكي عمرا ويندم وكتب وكتب يعني هذا ليس من فراغ حسين نحن في بداية شهر رمضان عملي تليفون صديقنا الصحف في حفظ الشتيو حفظ قالي علي عندي لك فكرة متع برنامج بعد ما حكيلي الحكاية قلت وراي ما تجيش فكرة متع برنامج زراني تجي فقرة قالي علي اش قولك لو كان تفرض على ذيوفك مش تفرض هو باستحباب على ذيوفك في الصهرة الرمضانية لكلام اللي اللي بيش تعملها على قناة تونسنا يردد لك الأذان وبالمناسبة بش تستمعوا الأذان راهوا له له أذان صلاة العشاء وله الفجل فارق التوقيت لأن البرنامج يبدأ ثمانية ونص التسعة فامدة فحبيت نسمع الأذان في المقام التونسي وبالطبوعة التونسية وبش نسمع الآن من عند الفنان حسين العفريق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لم إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ترجمة نانسي قنقر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد هذا ما هو صلاة لا المغرب لا العشاء فقط هذه فقرة قارة بش نعملها في كل الصهرات الرمضانية من اقتراح صديقنا الصحفي حافظ الشتيوي هو الاقتراح الفقرة وحسين العفريت هيا ديما نرجع ونقول هذه محاولة مني وقشرت ما عنده الشيوخ اللي خذرها موسيلة ثم أمور في الدين يعني أنك برشة حتى اقتره علي قراءة القرآن قلت كل حاجة في عندها وقتها كل حاجة لأنه ثم برشة قوانين كل حاجة في وقتها ثم قوانين وثم مخارج حروف وثم أداور كل أنا نتمنى إن شاء الله كل أسبوع يكون عندك نتمنى أنهم يأكدوا على المقامات التونسية يأكدوا على المقامات شوف أذان علي البراق يا ولدي صحيح ما هوش كيم أذان عبد البسط عبد الصمد أما الطبوع التونسية هي الطبوع يعني الأذان اللي يتقال في طبوع التونسية يذكرنا ديما بشهر رمضان أنا أقول لك بعد إذنك على يعني موسيقيا وتقنيا أذان علي البراق أصعب 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 لأن المقامات التونسية ولمنازل التونسية رأى وحتى في الشرق يعني وردة وما أدراك حاولت بش غني وما نجمتش وما نجمتش يعني ماش جرومي كيف كيف أمني المقامات التونسية عندها خصوصية كبيرة برش أحنا سيدي رمضان بدون صوت علي البراق نقص حاشي نقص حاشي نقص حاشي ذكريات نجحات والتي لا تزال متواصل نجحات حسين العفريت زع ما نخبي ونذكرك الكليب اللي في النفق مع علياس بكار ونذكر ستايا دي سوكسيفو نتعام حسين العفريت وأنا متأكد أداء حسين العفريت وكأنه 23 وعشرين ولا 22 سنة لتادي نمشيه مباشرة في ميدليل مع الفنان حسين العفريت لأهم انتجاته الغنائية تحية كبيرة للفنان حسين العفريت مع فرقة صوفيان أسيالا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر أنا موشوع وكان بمعان وطميعني في العالي نصحا أنا نصحا يا الخضراء نصحا يا بلادي في يوم النقاء جنة 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 وجسوم زعم نحفي زعم نقول وانا نحفي زعم نحفي زعم نقول وانا نحفي على خرم حيار دي جلدي هفلني حيار دي هفلني هفلني حيار دي ليا برشتك لخافي ليا برشتك لخافي هفلني حيار لا بالمشق ممل لحنودية الدنيا نسافر لنا طهنك هالي صعباً عجر علماش وصلة قيرتنا باني نحن وداخل ناسفرنا خلي الفرصة ونقول خلي الفرصة ونقول ها بهم لأهن تحت عبره وحشوتي وبلي انت المياه مش في بيها جليل انت الكامرة في وحشة انت المدريل انت المياه مش في بيها جليل انت شاكسي انت الليل بويني ان ياري فيها ان ياري فيها انا اغبتهم ضرورة خايا انت جنيت عن الكامالي معك الهوية الحف السعيد صور بعدك اشي بجاني غير الدمعة وكلب حزين انت الليل تعني كمالي مع كمالية الحف السعيد صور بعدك اشي بجاني غير الدمعة وكلب حزين اشي بجاني انت في الورده 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 موسيقى 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 حتى تشوف الفعال ولا يعجبين ورد بنا في الوهد عام والقايم ولا يعجبين تصير ضدنا حتى تشوف الفعال وفي البحفال وهزمان اسمان أهد الشمال شربتها وصدقتها وعرفت حكب الرجال يا ناس حبيتها يا ناس حبيتها يا ناس حبيتها يا ناس حبيتها وفي السينك عيبة وخدودة عجيبة فاحس بيبك يا صار يا صار عملت فيها عماية ولا يعجبين ورد بنا في الوهد عام ولا يعجبين تصير ضدنا حتى تشوف الفعال ورد بنا في الوهد عام ورد بنا في الوهد عام ولا يعجبين حتى تشوف الفعال حتى تشوف الفعال حتى تشوف الفعال موسيقى 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 يتواصل برنامج كلام الليل في أربع صهرات رمضانية صهرت كل خميس على الشبكة البرامجية لقناة تونسنا نعود مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل الإشهاري مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفاصل موسيقى معنا اليوم ضيفتنا إيمان الطيف إيمان للازوينة صحة شريبتك يا للا صحة شريبتكم رمضانكم مبروك وعواشركم مبروكة نشكرك برشا سي علي على الاستيضافة المزينة هذه التي تشرفني برشا برشا وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق يا سيدي وإنت زادة يا للا بالنجاح والتوفيق إيمان العباد تعرفك للازوينة نصدر لاسو ي Boden تعرفني للا والتوفيق تعرفني الازوينة مهمة حاب أنا مزينه وربنا عليها فليلا للا المزينة فليلا زوينا هالله المزينة الجمي JM صح الحديثه والحب يفرض كلا للا للا الجيد يجب أن تكون مدينة في كل مكان المروج العوينة في كل مكان في كل مكان الولايات الجمهورية الكل أخر نقطة بيع العوينة؟ أخر نقطة بيع دشناها في جربة في جربة جربة البيع كان افتتاح ناجح للأخر وكان هذا سيط كبير وإن شاء الله نخلته الكامل تراب الجمهورية تكون نقطة بيع للزوينة موجودة على كامل تونس وبعد نرى خارج تونس لماذا؟ 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 نرى معك أجواء جربة الافتتاح هذه الأجواء في جربة هذه ثامة نقطة بيع في جربة نعم هذه ثامة نقطة بيع في جربة بعد المنار وبعد النوبة وبعد المروج رياض الأندلس لعوينة نابل ومدني ومدني وتوى جربة وإن شاء الله على قريب زيدة سوسة قاعدين نحضروا فيها بقدرة ربي بعد شهر رمضة بعد شهر رمضة للازوينة 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 هي منتجات طبيعية أصلية مخدومة بدايتنا وللازوينة بدأت بمختبر يعني بلا بوغاتواغ بلا بوغاتواغ نصنع فيها نأخذ المادة الأولية من تونس أخدمنا سيعالي بالدقلة أخدمنا بالعسل أخدمنا بالفصدق أخدمنا بالزجوجو أخدمنا لأوين طبيعية السوبر طبيعية مية بالمية أخدمنا بحليب الناقاء أخدمنا ببرشة أعشاب أخدمنا ببرشة زيوت نجحنا خاصة خاصة وتصدرنا المرتبة الأولى في معالجة جميع مشاكل الشعر الشعرك اللي يقول مشاكل الشعر يقول للازوينة لحقيقة منتوجات طبيعية أصلية تحب المواظبة تحب المداومة تحب الانتظام في الاستعمال تحب شوية الصبر ببرشة الناس جيتنا ببرشة مشاكل متاع تساقط الشعر متاع فراغات الشعر متاع الشعر اللي ما يحبش يتويل الشعر التاعب الشعر المتقصف والحمد لله بمنتوجاتنا القطة نحسون كبير برشة جيونا في مشاكل الوجه كما الدسة كما الكلف كما الحبوب وخذيو مجموعات معناه طبيعية متكونة من روتين كامل ديباك نقول ديباك وحافظو سيخطو انا ديما اي زوينة راو جينا للزوينة احنا الحاجة المتميزين بها سعالي نقدم النصيحة يعني ننصحو نعملو كين دياجنوستيك يعني نسألو برشة اسألة ماذا تأخوه؟ كم دوايات؟ هل تريد المدسانة؟ وإلا ليه؟ معني قديش عمرها المشكلة اللي عندك؟ مش عطينا نبيع وكاهاو هذي تميزنا بها هذي اللي بنات الثيقة بيننا وبين الزوينة والزوين اللي جينا دانك الحمدول اللي يخذيو وجربو ولقاوه نتيجة ممتازة وماشاء الله دبوشاو غي معني هي جينا اليوم غدوة جيب صحبتها غدوة جيب جارتها غدوة جيب أمد غدوة جيب الأحبيب والأصحابها ممتازة وهكيكة وقاعدين نقدموا ديما اللوجه على جودة المنتوج اللوجه على المنتوج لازم يكون ينفع ينفع وحاجة أخرى ريت للزوينة وماشاء الله قاعدة تيخوا في سيت كبير الحاجة اللي خلاتكم إيمان تتتوجوه أنا كنت حاضر دجاء حيح بجيزة أفض المنتوج لسنة 1923 ألف معناتها منتوج طبيعي لسنة 2023 أفضل منتوج طبيعي في دونس الحمد لله بالرغم هو 2023 كان من أصعب الحوامل التي تعديت علينا ولكن توجنا فيه كأحسن علامة تجارية في صنع بيع المنتوجات الطبيعية هذية التي تتخذية والتروفية هذية ما يزيدنا إلا حرص ومسؤولية كبيرة إننا نحافظوا على المستوى اللي وسلليلو ونزيدوا مع أكثر معناه اللي فات إنتي توصل تأخو تتخيمة هكية ولا تكسب ثيقة الناس إنه توجد خاطر هو تتخذية تخذية مبنية على صنداج راهوساء معناه هبطوا وشايفوا وسئلوا الناس وقالوا إنه أحسن مركة أو أحسن منتوج تستعملوه في المنتوجات الطبيعية نحكي طبيعية بالفعل لذلك كانت ليلة زوينة هي من باغمية معناها الأسامي الأولى اللي توجدت لذلك هذا ما يزيد يقولنا إلا لذلكم تتخافظوا أحب نسأل فما برشة وجوه معروفة الناس معروفين تتعامل معاك ويخدموا معاك ويستعملوا المنتوج متاعك علش أنت تستقرشة مرات علش تخدم مع الوجوه المعروفة أكيد أنا نحب نقول حاجة را وجه معروف اسم معروف وجه الناس تعرفوا مش بالساهن بش يتبنى أو بش يحط يدو مع يدك ويأخوا مسؤولية ولا على عادقوا ما نتوج طبيعي يستعملوا في شعره ولا يستعملوا في وجهه ولا يستعملوا في بدنه معناها الكلمة أو الملاحظة أو كما نقوله والغيكلمات وإلا الشكر في لا يستعملوا في شعره يعني إذا أنا اليوم إنسان معروف ونستعمل منتوج متاع ماركة معينة إذا أنا ما جربتوش ولقيت نتيجة باهية وعندي ثقة فيه ونعرف موليته ونعرف كيف متاعه كيفش يخدم وكيفش يصنع ومنين يجيب المادة وعلى عينيه ومعنى الرات الدنيا الكل ونشين بعد إنا نقول راني نتبنيه وإلا إنا راني معه ومش بتصير معنا إنا مانيش نلعب بإسمي فوالا بالضبط إنا راني نعرف مع شكون نخدب ونعرف لش كون عطيت وجهي ولا لش كون عطيت شعري ولا لش كون عطيت بدني يسوخطو أم بخودوي معناها النس كلنا نخافوا من أي حاجة نحطوه في وجوهنا ولا نحطوه في شعرنا ولكن الحمد لله أقل واحد فيهم في عامين وثري سنو Quick ويبدوا ويعملوا في المنتوجة اللذي Bund Orange ويبدوا في المدات الأولية اللذي كلمة ويبدوا في الاسم اللذي يущ به معناهم أتبعون معناạ Ïم أمج مايعى من يسبب Mit 방법 كانت هذه الدورة charge لقد ستنع пошرج قد بني إما مثل المنتجات للزوينة. واستعملوا. وفماش كون تقولي راني نسافر البره ها. ونأخو اللي بخدوية وبخدويتك ما عملي ما بدل. انتي شنوة سر الثيقة الكبيرة هذي. فكيمان. انا عارفك بك دايما. شو سر الثيقة? السر الثيقة نخدم بوضوح. نخدم على عينين الناس القل. انا كي نمشي نجيب بالمادة الاولية نقول هاني مني نجبتها. كي تم تصنيحها نقول هاني كيفش صنعتها. كي تخرج. قبل ما تخرج تتجرب على بناتي الكل. ولا نجربها انا اخو وقتها. مش تعدها للناس. انا قل اليك حاجة سي علي. ان الزوينات طلبوا منتوش أسنا. دونتفريس. كي نقول لك الدونتفريس قد يخذي وقت تدعي. في اخوة عام. 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 انتنش نشهر. انتنش نشهر قد خرجنا بخدوية سني. اللي هو الدونتفريس. ويستعملوا. غير شغل. معها الثيقة ماشاء الله. معناها خدمة. نفنان فيها هنا. نخدمه. نخدمه نخدمه. نخدمه. نشغل. نخدمه. نخدمه. نعم نقدمه ونقدمه بكل فيقه ونقدمه قد قد وهذا هو اللي بناي فيقها بنا وبنلا مides lepromo لإلى زينه شعر لمضاه الشعر الدلي وشعر التخفيذاء وشعر ملاب قبل ما تعتيني هذا ما يكن خليني نشوف الفيديو الومضاه ونعلم لك lepromo لإلى زينه طب زوينيتي حبيبتي عوشركم مبروكا ورمضان مبارك ينعاد عليكم بالخيرات والبركات والصحة لله الزوينة كالعادة والعواد والله نتقطع لها عادة والمرة هذه من قلب المغرب من قلب أقادير بشتوتكم تخفيض ياسر مزيان في العاشر الأوائل من رمضان مجموعة الأرقاد مجموعة محاربة التجعيد والشيخوخة المباركة اللي تخليك ديمة صغيرة تختار 3 منتجات أكهو الرابع بلاش وش هيدو بركة والتوصيل حتى البيب الدار بلاش إن شاء الله كل عام وإنتوما حييد بألف خير هيدو ما اللي برومو ليلة زوينة هيدو اللي برومو ليلة زوينة هو على تيلت شهر رمضان الزوينات والزوينين اللي تبعوا فينا لكل عندهم تخفيضات مزيانة برشا برشا دليل أنا نقول لهم دليل بعد ليلة زوينة يوفا يحرم يحرم كيما قلت إن شاء الله عمنا لقاء آخر إن شاء الله مرحبا بيك ليلة تحية كبيرة ليلة زوينة مرحبا بيك ليلة عائشة يلا نمشيوا مع زميلة ريهان بن علي في آخر الأخبار عبر مواقع التواصل آل اجتماعي مرحبا بيك ريهان مرحبا بيك جدا بدلنا قاعدة هنا تنمي نفسه هاشي بكم دان مبارك خير وانا واقف نار كل وانا واقف في الدار وانا واقف لنا وفماح مرحبا مرحبا نس كلها شي هي طيبة نس كل ولا صحة شريبتكم صحة شريبتكم نس كل علي حبيت نعقب على الأخبار اللي حكيت علي جمعة اللي فتة متاع سائق الحافلة اللي توقف ديك في بن زرد جيت وجلطة مسكين بعد القرار اللي خذي ورح فيه عزلوا على العمل متاعه ان شاء الله ربي يشفي موجود حاليا في المصحة نبدأ أجواء رمضان ونقعد في الأجواء الرمضانية ان شاء الله يا ربي يكتب لنا عمره مريم الدباخ مش هتعملت عمره لباس متاع صليت عباية سوداء بلاش فيلتر وبلاش مكياش نشوفوا الفيديو الحمد لله على كل صغيرة وكبيرة والحمد لله على كل خير نحن فيه والحمد لله على حياة يدبرها الله بلطفه الحمد لله دائما وأبدا دونك هذي هي أجواء العمره مع مريم الدباخ بعد المحنة التي تعادت بها ما كانتش سهلة عليها إن شاء الله ربي يكتب لكل شخص يحب أنه يعمل عمره إن شاء الله ربي يكتب له عمره بإذن الله بيه نقضوا في الأفرح والمصارات عرس كفا فنين الرييهو يسمي روح ولا فنين الرب نشوف أجواء العرس وهذا زواجه الثاني موسيقى إن شاء الله ربي يهنيه كفوه أنا شخصيا نحب برشا تحول لذيكا رجلة وصاحب صاحبه إن شاء الله ربي يهنيه فما حال ففي سفيقس عليه تحكي عليها برشا ما نجمتش للحق نتعاد عليه مرور الكرام طفل صغير ستة سنين عمره مكتب في سفيقس تعارك شي تناويشي هو وزميله ويش بدم قص ويضربو في عينه دونك شكله عينه في زوز يعني في المكتب ستة سنين العمر المعلمة ويني المدير وينو نشوفه أم تفل اللي تضرت عينه شنوالي قالت دموعي ما نشفتش شنوالي عندي عمري نبكي قلقنيش اربعهم مولدي يرجع يشوف حنيف قصم عدفيني برا شوفوا عاد المقص كان في فوق بيرو المديرة طفول كان معاقب هو طفول صغير شد مقصف وخبير المديرة حطوا في عينه شوف عقد مقصف صغار مقصف مقصف عكبار رحلين شنوه اللي مقصف الله وانا بدأوا عادي لفكو المعلمة أنا خرجت لتوالهيد وصدقني كتكون من عين شوين خرجت مسؤوليتك كذيك انا يا ربي هزيت ودي أقرأ مش بش يرجعني مش يرجعني ما يشوفوش حتى كان أصعف توقمتوا بوش بيتكم حتى كان قضى وقدر هو نحسن أن ينسى ينضربو أين ست نحسن هي قضى وقدر أنا لابنت أحس في بخي يابنت سيباغ نحس صدقنا هذا حكي هلأ سيبنا خم ولدي جنوها حاس يا ربي قللي شويني شويني ربي والله بالرغم لاني لا نحمل حتى في عدولة لا نحمل أما لي شويني لي شوي ربي أنا ولدي ولدي لا هيك اللي يشرب لا هيك اللي يشرب تصوروا أنتم بتعوى من هر ثمين لا هيك اللي يشرب إن شاء الله ربي شفيت فل علي هنا بالمناسبة زادة رهام الأولياء طبعا هو الأوليد عمره 6 سنين اللي ضرب اللي تضرب 6 سنين هم أوليدات صغيرة أما زادة كان علم أولادنا السلوك سليم والعنف لا والركز ونأكدوا أنه ولدك نزمش يزديه ولا يز أي آلة حادة على أولد آخر صغير هاي نتيجة صحيح هاي نتيجة كاري تبا جوستم ولهناء علي يمكن فمش كون يحمل الظنب للوالدين فمش كون يحمل الظنب للمؤطرين يقول لك المعلمة ويني كي صغار صارت بينادهم ويني وشاكي مهكال المعلمة قالت إنها خرجت معناه في الوقت أي بيكا دونك القسم فارغ صغير ستة سنين ما تنجمش تتحكم فيه زيدا سيدتي الظنب نتحملوه الناس الكل ناس الكل لأنه العنف اللي موجود في المجتمع ولا عنها في الأعلام في الدار في الشارع في كل ولا الصغير سيتان ديس كدير في آرش يقبل يقبل ملسوب العنف يعني ما نتصورش أنا تفل صغير اللي هز ما كانت نيتو للأسف شاء الله ربي يفرج عليه وربي يسمعنا كل خير حوله لقوة دونك هذا هو هو ثمرة الحاجات اللي قاعدين شوفاهم صغيرات نهو ثمرة الحاجات اللي قاعدين يعني شوفاهم به فما فيديو نحب نختم به عليه الملحن الكبير حلمي بكر الملحن المصري فما فيديو نشد انتي به في وسائل التواصل الاجتماعي قبل ما يتوفى بسوايعات شوفوا الفيديو نبي يا رب نبي يا رب يا رب كفايا يا رب نفسي الوقع يجزي النبي يا رب الحاموني بس لما القذنق الحامل بس تاكت عاملي عامل لبلادك تاكت آه خفاني يا رب اه 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 يا رب يا رب يا رب ممتشي الواجع اه الواجع دلوقتي هو اللي فوق بيحتاج يشوف حاجات طبعا الواجع هو اللي فوق بتضغط عليه في حاجات بيكره الواجع هو اللي فوق اه الله يرحموا يناعمو الفنان حلمي بكر ريهام انا استضفتم على الفنان ذكرى محمد سنة 2001 على القناة المطنية حلمي بكر ستان جرون ميشيو رجل ذو وقار ملحن كبير قام قام من رقمات الموسيقية وتقريبا لعالم العامي اخر صو ما عهوت في تاريخ الفن العربي الحديث كان عنده برشة أرغي وكان شخصية وكان صليت اللسان الله يرحمه يناعمو وكان رجل عنده قوي نهايته بالفعل والله يرحمه يناعمو لكن ما حدث في جنازته وما حدث أسل في أرذل العمر في آخر أيام أرذل العمر كانت بالفعل نقولها وعلى مسؤوليتي لا تليق بصرح حلمي بكر لا تليق بصرح لكن لا تليق بالمحيط حلمي بكر سواء كان المحيط الموسيقي وإلا المحيط حتى العقل أحنا ولله الحمد يعني يمكن ظروف خاصة على مستوى حلمي بكر الله يرحمه يناعمو في هاليلة الوظيلة لكن نحن نحكي حاجة فيما يخص التوانسة يعني مهما تكون خلافاتنا وكل لكن وقت الشدة تفكر المشهد هذا نحن نحن نحسة هكا لكن ثم فاجعة أخرى الله يرحمه إن عمى فايزل ما حرسين لا يرحمها أخر السنة اللي تعدات يعني أبش نحكيه عليها أخر 22 يعني كل كل الأسرة الفنية تلمت والأسرة الإعلامية تلمت واللي دينة مدت والكلينيكات تحلت يعني الشي اللي سمعتوا أن هل من المعقول حلمي بكر كما كان يحكي عليه ما تماش تلاجة في السبيتار اللي هو موجود فيه حاجة أخرى يا سيدي حلمي بكر رفض هو رفض أنه يمشي للمستشفى رفض ورفض يأخوا الدواء يا سيدي يتهز غصباً عنه إلى المستشفى بشداوي بشداوي ما يموتش هو رفض أنه يتعالج وفض الشكون قال أنه مرته هي اللي اختطفته وهزته للدار اللي هو مقيم فيها معناه اللي توفى فيها بعددته على عائلته والكل وفي الجنازة صارت الإشكال بين زوجته وبين منجة معناه كانت تقريبت له فما تصريحات زادة عليه قبل ما يتوفى خرش قال أنه مرته ماش تعمل فيه معاملة جيدة معناه وفكت له بنته وبرشة مشاكل صارت جستمع والله سؤال وأمضي يعني ما هو الهدف اللي يصور الفيديو هذا يعني شوفتني اللي هي زوجته في الدار من عز وجود يعني ما تماش حرمة زوجته ظاهرة في الفيديوه لكن كان بإذنها ما تماش حرمة حرمة يعني في اللحظات الأخيرة كي من هذية فهمني للأعمار بيد الله هكاكالين الجميعين لكن هل من المعقول؟ كل شيء ولا مباح كل شيء مستبع حتى لحظة سكرات الموت مستبع يا الله ما له رزق بي جوست كما قلت أنت علي أنك عملت معه حوار آن عام ألفين و ألفين وواحد وقتل استضفت فنانة ذكره محمد وقبلته في القاهرة سنة ألفين وعملت معه أنت ريفيوز قلت أنه رجل ذوقار ذوقار لا وكان صليت اللسان كانت عنده شخصية كان الحق أنت عرب أرحانه كان ذوقار كبير برسا حلمي بكر كان ما يعديهيش للي شيء هاي كان كنتو يقول ها هذيك عليش مش نوريكم الفيديو هذية كما كان يحكي على أنه حلمي بكر ما يعديهيش للي شيء شكوا مواقفه وأرأوه نانسي عجرب جاتلي في مهرجاني الأغنية عندي طلقت التانية دارت الأيام وأنا في شرم الشيخ وما دعوه أدغني محدث أول حفلة ليه لا تعالي خلي صوتك في المقدمة وجسمك في المؤخرة طيب حد طلب منك تقل عملتك 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 إذا كان لديك الأخيار لتلحن لأحدهما تختار صعد الصغير أم شعبان عبد الرحيم اللي اثنان أبلغ أنهم البوليس طيب ما تساءلني عن مضرباتك كثير أسألك أسألك عن مين أرى الواوة هيفاء واهبي رأيك فيها إئه يا فاق نجح كوم التناسيلي أني متغني لأ لأن الغنى مش هوحوحة مش هاااااااااا لاköدا ده أساليب دقلما يدور في غرف النوم عن طريق الغناء مرفوض بتلاحن إزاي نعم بلحنش يا نوع تمت قاعد تعلن يعني أنا مش هاشتارك في جهن بالстраة سيبة ما تحسيمنيش أنا باقة معهم بس تبركاتا باقي ممتعلن في حاجة مش طبعا نحن راسل والله طب انت أجبني ليه أنا ما تحسيبش، قلت ما بعرفش غنة دي أنا بعرف غنة وبعرف بغنة على إيه دونك هذي هي أراء ومواقف حلمي بكر الملاحظة حلمي بكر تزوج من الفنانة علية وهو صاحبة رائعة علي جراء متغرمين أحنا اقتراء متغرمين تجري السنين جرح السنين لحد قال عنك خبري فرحنا ولحد جاء بكلمات كلمات ريحي بس لم تيجي ونحجي لك علي جراء وامسح دموعي بمنديلك عالي جراء عالي جراء عالي جراء توا حسين بمناسبة شهر رمضان المعظم بش نمشيوا إلى فرقة حظرة من أرواع ما تسمع وما تشوف بالحق بالحق من ناحية الأزياء ناحية الاختيار وحصل ناحية العرض من ناحية طريقة العرض والدراماتورجية الركحية اللي تتقام لعناه فرمان جاتي سوربري أنا شفتهم وقتا في قناة التاسعة وقلت نعاود قلت نجيبهم ما يتعدى وش برشة في التلفزة نمشي مباشرة مع حضرة سوسة الدولية بقيادة الماسترو محمد أجلالي اشتركوا في القناة 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 يالا شاك يالا شاك موسيقى 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 وكل عندي غني البيع وانا جايتك محمد سغيت علم اللوبيع إذن جايدك مية فيالات جربتك كجرايا نحن سنشك والمشي بسرعي جاد للدرم سلعنا يا محمد صليعي يا محمد اشتركوا في القناة 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 نخلق برشة في العروسات عباد تقيد بقبل بعاميين أقبل واداك علش من النجموش نخلوا ممارا جاند بالفعل انتوما تقريبا الفرقة الأشهر في الساحة في ولية سوسة في الساحة والفرجة موجودة في وصلتكم الغنائية قد يشمع العنصر تقريبا فوق الخمسية في بي نحن في 52 عنصر في 52 عنصر العرض مكلف تكلف يتكلف لبس وتلقاور ويحكم حمدولا لبس نقاور ويحنا لبس لي نقاور ويحنا لبس خدمة كبيرة على مستوى الإخراج وعلى مستوى الكوريغرافيا كما أشرت سابقا تتعاملون مع مختصين في الإخراج وإلا وحدكم لا وحدنا وحدكم ديريتكم وضربتكم كيفيش كياني مثلا محمد علي الجيلي رئيس فرقة ما نعملش حاجة وما نعملش حاجة إلا منستشير العناصر معايا نقعد ونحكي وشنو نعملوك شنوش نوزعو شنوش نبدلو ناخذوا حاجات من العباد اللي عنا في سوسة عباد معناتها ولا في مستير عنا عباد أهل الذكر وأكبر مننا برشا في الصوفي ناخذوا النب حاجة نحاولون نوزعو نحاولون نخرجوش ونقعدوا ديهم متواضعين ناخذوا مسيحة من العباد اللي أكبر مننا شو الفرق بينكم ومبين في رقة الحذرة الأخرين فرقة العسوية الأخرى فرقة منعرشد شو الفرق كل عبادو خطرت ستيل عنا برشا في رقة ممتازة في سوسة عنا برشا في كامل التراب الجمهورية عنا برشا في مراحل الحذرة سليمية. نحن اخترنا ستيل كانوا يدخلوا حتى على الباج متاعنا من حضرة سوسا محمد علي جلالي ويشوفوا حاجة أخرى معنا. حاجة أخرى. حاجة أخرى معنا كل حاجة نعطيوها قيمتها. مثلا لديت في التابلو بسم الله ما شاء الله عليكم على الخدمة اللي زادها على الإضاءة والخدمة متاعك اللي عاولتنا برشة. ما شاء الله. حطك في الكادر الصحيح بش نجم بك كما أنا أعطيتك كما أنت بش تعطيني. ما شاء الله. حتى في الصنوة حتى في الواقع خدمنا مرتاحين ما شاء الله نشكرهم العبيد الكليكي. ما عطل ناش ما عطلوا ناش بسم الله ما شاء الله على التكنيسيانات على عبيد الكليكي. شهر رمضان المعظم هو شهر الإنشاد السوفي والدنيا عندكم عروض؟ عنا عديد العروض. عنا عديد. عنا في مولس فيقس. عنا في الحمامات. عنا في تونس. عنا عديد المقاهي في سوسا مقاهي العائلة. نحن أيضا في المقاهي. مقاهي العائلة. مع تيبار شهر رمضان المعظم وشهر الحفلات. زي دا ناس تخرجت أصغر وناس تخرجت دور تتفرهت زي دا. مهم جدا أنهم يربيوا وإذنهم على الأغنية الصوفية والأغنية الدينية. نحن في سوسا طول مقاهي براسيك الكليكي من أكثر البلايس يحبوا ولات العائلات والفاميليات الجو الصوفي. صحيح ما نجموش نعمل بمجموعة اللي نخدموا بها حكم المقهى ما نجمس أنت والمكان مقاهي. عما ديما لعبيت تعرف أننا نخدموا في بلاساوين. عنا الباج متاعنا أوفسيين. نهبطوا وإن شاء الله نكونوا ديما في المستوى. إن شاء الله ديما نكونوا ونفرحوا في الناس. وإذنك خدمتنا. يا سيدي لأنكم فرحتوا الناس وفرحتونا أحنا. ماذا تقعدوا معنا شهر كم؟ خلال شهر رمضان المعظم. تشوفوا مقتطفات من أهم الأعمال لفرقة السوسة الدولية بقيادة الماسترو محمد الجلالي. عندك إضافة أحب الضيفة محمد. شكرا. تحية كبيرة للماسترو محمد الجلالي. شكرا لكم محمد. شكرا لكم محمد. شكرا لكم محمد. شكرا لكم محمد. تتواصل الصهرة الرمضانية في برنامج كلام الليل على قناة تونسنا. لكن قبل هذا نعود مشاهدينا الكرام بعد هذا الفصل الإشاري. مرحبا بيكم مشاهدينا الكرام في هذا الفصل الإشاري. كيف نقوله رمضان؟ نقوله جبيب. نقوله قفاطن. مش أي جبيب ومش أي قفاطن بطبيعة الحال. بحذي وصال لمعك ريتشي ديزاين. هكا ولا هكا؟ ريتشي ديزاين. صحة شريب تكلل. صحة شريب تكلل. صحة شريب تكلل. أين موجودة المارك ريتشي؟ موجودة في اللاك دو. شوروم موجودة؟ شوروم في اللاك دو. 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 بش. طول اللي لبسيتو شنو هذي. هذي جبه. هذي ملكية. جبه مديرن. اي. جبه مديرن. مديرن. و تتلبس في رمضان في الخارجات في الصحيليات. هاي. جبه مديرن تتلبس. معنطها بخطوط نجم تخرج بها. تنجم تنشي بها الرستوران. القهوة. معنطها ما نقعدوش في الجبه الكلاسيك. الجبه اللي هي. معنطها متاع. احنا كنقوله جبه نقوله مرة كبيرة. طوا ما عادش. معنطها جبه تنجم تلبسها الكبيرة والصغيرة العمر الكل. اللي لاحظتوا طوا ويساد. ستتخزى لماد. لعبدو اللي تمشي القهوة. بقفطان. تمشي بجبه. يده مكانش قبل تمشي بعباية. هذي حاجة جديدة. بيانسور غاي. مكانت شقبل. طوا والي ويحبو سيقطو طوا في رمضان. معنطها يحبو يلبسوا العبايات. الجبيب. فما قفتان. كتقول قفتان فما قفاتن شغجية. فما قفتان اللي يبدأ سامبل. ما انطا ما ويش القفتان اللي يبدأ برشا شغلي برشا. انتي تخدمهم ويسال بيديك الطريزة. بيانسور غاي. ومين تعلمتها انتي. انا مغرومة ملي اينا صغيرة. ملي اينا صغيرة جسوية ماروكين. اذيك عليش ملي اينا صغيرة. نشوف الاميرات ونشوف كيف يشي لبسوا. القفاتن يخرجوا ديما مذخمين وكل شي. دونك نحب ملي اينا صغيرة نحب القفتان. وقبار القفتان نخدمه العباية نخدمه الجبه. اي اجاب. تختصوا زيدة في الغابسوغي زيدة. موجود زيدة حتى الغابسوغي. اي اي. اما انتي بركزة اكثر في القفاتن. اي اي. توا كل مامو على خاطر رمضان. اما من بعد ان شاء الله بش ندخلوا بيانتوروا بلع رايز زيدة. والفوطة والبروط. اه بيانتوروا بلع رايز. اي مساء الله. اي مغرومة زيدة بالمكياج. اي. ما انت انتي سبع سنايا عملتها ويساء لك. او لا. اما البخض مش ضايا. لا لا الحمد لله. الحمد لله. اي داخل رمضان الثلاثر. اchos المغرومة. طيال مش داخل راضي. بوطة المغرومة. وبين ihnenى albo انتي سيبدأت. وت terrain جدا. بوطة المغرومة. هم فانت souitime. وفي يا جنوبة منك العمل المغرومة. فانgeme. نعم فينا بكل فينا بكل صحامة تولي تجيك للبوتيك ريتشي ديزاي تنصحها تعطي رايك توتيك هذه ما تقول لها بالضبط؟ أنا كي يجين يا عبد مع أنت أي قليان تجي نعطيها من وقتي ننصحها نحبها نشوفها هي ما تحب تلبس ما تحب حاجة شغجية حاجة سامبل ما هي المناسبة اللي عندها بالضبط وبيانسور أنا أي قطعة خدمتها راهي منذوقي أنا مع أنت كييني بش نلبسها أنا يعني أنت كييني كييني بش تلبسو أنت بش تلبسو للناس بانسور وتحس بساتيسفاكسيون بانسور الحاجة اللي ما تعجبنيش ما نخدمهش وما نكملش فيها طبعاً أرقام هؤلاء هؤلاء موجودة باج انستغرام باج فيسبوك أيضاً بإمكانكم التواصل مع وصال ريتشي ديزاين في أي وقت بهم كما شفتو أرقام هؤلاء بالنسبة للإزارتكلي للبيع وإلى الكيرا للزوس فما حاجات للبيع وفما حاجات للكريا وشوامك مرفقة ونسال وإلى في متناول الجميع في متناول نسي كل دخل أنت بانسور بانسور هي كل القطعة والقيمة متاحة فما حاجات متروزة باليد بانسور بش تكون قيمتها أعلى شوية وتكون أكثر وقت يعني انتي تعرف تريزت ليد مهيش سهلة بانسور بش تختم حاجات يعني شارجة بش تطلب منك برشة وقت دونك هي ديك كل حاجة وقيمتها لكن راهو في متناول جميع فما الجبيب فما العبيت فما القفاطن فما اللي غبس وغي وإن شاء الله قريبا روب العرس أعباب العرس خريبة إن شاء الله كليكسيون جديدة عندك حاجاتك جديدة في القفاطن في الجبيب نحن ديما نوعو ديما نجيبه جديد هنا نحاول ديما بش نرضي جميع الأذويق وجميع الأطراف إن شاء الله وحمد الله يا ربي ما انت ديما فما جديد يعني أنا براتيكما كل شهر شهرين نخرج كليكسيون جديدة طبعا للتواصل مع وصال ريتشي ديزاين الليك دو بإمكانكم التواصل معها على أرقام الهواتف اللي موجودة منذ بداية هذا الروبورتاج الإشهاري بور لالوكاسيون أيضا وإلا للفونت أيضا ويصال ريتشي ديزاين تمكنكم من نوفو موديل لقفاطن جدود اللي ديزاين جدود جباية بالحاجات هذوكم الكل الكرياسيون ياسر مزيانة تندانس دو ميل وانتروى دو ميل وانتكات في اللاك دو طبعا أرقام الهواتف اللي موجودة عندكم على الشاشة بإمكانكم التواصل معها عندك المؤخرة تحب الضيفة ويصال؟ نحب أن نقول هما كي اسمه مغربية وكل يمشي في بيلهم كين قفاطن مغاربة نحب أن نقول اللي ما عنديش كين قفاطن مغاربة وعندي حتى جباة تونسية والقفطان التونسي والقفطان التونسي يا لله مرحبا بيك عايشك شكرا على الاستضافة ويعشك الصحة مرسي بك ويصال شكرا على السرطان تونسي worldwide will ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بمواصفات عالمية بجميع المقاسات وتناسب جميع الفضاءات قيستاليوكس تصنيع حسب الطلب الفرحة ليكم والعرس علينا ما تخمن في شيء سواري في اي بي اسبري رافيني ارقى السهرات في اضخم الفضاءات المع نجوم الغنى في تونس والعالم العربي اجمل الدكورات فرقة المايسترو سوفيان السيلا لتنظيم الافراح دليلك في ليلة العمر واحلى المناسبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا